السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناتي. معاكم علاء عامر. يا رب تكونوا جميعا بخير. وكل عام وانتم بخير. يا رب يعيد عليكم الايام كلها بخير. ويدخل علينا العيد كده. وانتوا في اتام مسحة يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض تاني وصفة عن وصفات العيد. وهي البيتيفور. البيتيفور الناعم الدايب اللي بصه قوله زي ما انتم عايزين. الوصفة دي حلوة جدا جدا. يعني عن تجربة بقى لي تلات سنين باستخدمها دي تلات سنة. آآ ما شاء الله حلوة جدا ونعمة قوي قوي قوي. تقدروا تعملوا منها بقى بكميات زي ما انتم حابين. تقدروا كمان تعملوا نص الكمية بنص كيلو من الدقيق. يعني المهم ان انتم تقدروا تفننه زي ما انتم عايزين وبيطلع شكله حلوة قوي. وطبعا الزواء بقى والتزيين بتاع الاخر ده بيبقى ليه مزاك خاص كده وليه طعم ونكرة العيد حلوة قوي. تعالوا بقى نبدأ مع بعض ونشوف المقادير بتاعتنا. ان شاء الله هتكون سهلة جدا. النهاردة انا هستخدم كيلو من الدقيق بنفس نوعية الدقيق اللي انا استخدمته من ساعة ما بدأت معاكم حك تلعيد. الدقيق مخصص للكحتكو والباسكوت من اي سوبر ماركت لو ما لقتيش استخدمي دقيق فاخر. اي نوع دقيق فاخر حين ان شاء الله هيمشي معاكي. هستخدم كمان مع كيلو دقيق تمنمية وخمسين بالضبط. عشان تبقى المقادير مزبوطة. ما تستغربوش ان كيمية الزبدة كتيرة بس هي دي سبب في طراوة البيتيفور وحتخليه ناعم ودايب جدا جدا. اهم حاجة ان الزبدة بتاعتك تبقى صفرة غير مملحة. وكمان تكون في حرارة المطبخ زي ما انتم شايفين كده لما ضغطت عليها طرية جدا ونعمة. وحستخدم كمان من السكر آآ ربعمية وخمسين جرام. يعني تقريبا نصف كيلو اللي حاجة بسيطة. واربع عدد من البيت بحرارة المطبخ. وطبعا الفانيليا بتاعتنا يفضل تكون السيلة بقت منتشرة جدا عند العطارين دلوقت. ورشة الملح بتاعتنا بتاعت الدقيق. ما فيهاش بيجينج بودر ما فيهاش اي سوايل تانية ولا اي اضافات. بحسب لكم ان شاء الله كمان المقادير في صندوق الوصف بالكبيات للناس اللي ما عندهاش ميزان. عشان ان شاء الله بازن الله الحاجة تطلع معكم كويسة. اهم حاجة اللي هتشتغلوا بالكباية هتطلعوا معاكم الكباية اللي هتشتغلوا بيها في الموازين كلها تبقى واحدة. يعني اللي هتعير بيها الدقيق هي اللي هتعير بيها الزبدة والسكر وهكذا. اول حاجة طبعا انا وزنت الزبدة. حطيت هنا التمنمائة جرام. فيه زبط الميزان على تمنمية وخمسين بالزبط اهو. كده بالزبط بالزبط تمنمية وخمسين. واهم حاجة تكون في حرارة المطبخ طلعيها قبلها بليلة. واسبها في المطبخ عادي بعيد عن الحرارة يعني. هاخد بقى الزبدة بتاعتي وهي اللي انا هشتغل بيها. وطبعا احنا مصفرين الميزان من الاول عشان الطبق ما يزنش معانا. ويبقى المقدار مزبوط. هحط طبق تاني وحصفر الميزان برضو. وهستخدم السكر. ان شاء الله بازن الله الفيديو جاي. هحاول استخدم معاكم الميزان الحساس اللي هو بالجرامات. عشان الناس اللي بتجيبه بيبقى سهل يعني بيبقى صعب عليها الاول انها تستخدمه. فان شاء الله هتبقى طريقته سهلة وحتفهمه بازن الله ان هو بسيط جدا. هنا عائرت ربعمائة وخمسين جرام من السكر البودرة. وزي ما اتفقنا انا بستخدم السكر آآ المطحون جاهز. يعني ما بطحمهوش انا في البيت عشان تبقى درجة الطحن بتاعته نعمة جدا. ما تخرصش معايا في البتيفور بالزات وحتلاقوه فرش جدا لو استخدمته سكر آآ مخرز. فعشان كده انا اعمد استخدم المعلب. آآ طحنته تكون احسن بكتير. هنا بقى في اي بولة عندك سواء تشتغلي بالمضرب الكهرباء او باديكي او بالمضرب اليدوي او حتى بالعجان. هتحطي الزبدة الاول واهم حاجة نحط عليها الفانيليا. الفانيليا بتثبت جدا جدا مع المادة الدهنية عكس ما الناس بتحط على البيض. هو الفانيليا مهمة للبيض اكيد. بس لما بنحطها على الزبدة بتثبت اكتر لناكهة بتاعتها وجربوا الموضوع ده. انا انا حركب اللي هو الكاف الكبير ده. بتاع خفك البيض لان هو ده اكتر حاجة آآ هيدرب معي الزبدة كويس قوي. المفروض نخلط الزبدة مع السكر بس انا حضرب الزبدة الاول عشان آآ لو فيها اي حاجة يعني متكتلة او ساعة شوية. احاول ان انا اخليها كلها متجنسة بعد كده اضيف السكر عشان يبقى موضوع خلط الزبدة بسكر اسهل بكتير. مش بعلي السرعة على الاخر عشان الزبدة ما تفصلش يعني السرعة تكون هادية احنا مش محتاجين اصلا ان احنا نخفقها في المرحلة دي كتير. احنا بس قلنا بان نعمل تجنس كده للزبدة نفسها. حوقف واضيف السكر بتاعي. والمرحلة دي بتبقى مهمة جدا خلي بالكو عشان الزبدة والسكر يتجنسوا مع بعض كويس جدا جدا. اهم حاجة كل شوية بتوقفي المضرب بتاعك. بتلمي الخليط عشان كل حاجة تبقى آآ مخلوطة كويس. ضربت ضربة كمان وخلاص. هو ده بالزبط بالزبط اللي انا عملته آآ ما طولتش عن كده. هحط بقى السكر البدرة. اهم حاجة في المقادير لما تكونوا بتنقلوها من طبق للتاني انقلوها كلها. يعني يبقى معاكس باتيولا كده تلمي بها كل المقادير عشان بيبقى كل جرام محسوب في في الوصفة. فعشان ما تهضريش وتطلع الوصفة منك بايزة بسبب ان الزبدة مسلا كانت بالحويسة شوية في الطبق وسبتي منها شوية او العكس او الدقيق او هكزا. خلي المقدار بتاعك مزبوط. وكده كده الخامات دي بتبقى غالية فاحنا يعني نحافز عليها كده ونستغلها نستغلها قدر المستطاع. هنا انا ضربت الزبدة مع السكر بصوا القوام بتاعها اختلف واللون وتحسوا كمان ان هي بدأت تزيد في الحجم. الخفق ده بيدخل فيها الهوى. وطبعا انا شلت البولة خالص قلبتها على مهلي برا بحيس ان انا قلب من تحت الفوق عشان لو في زبدة صفرة لسه سابتة تحت او سكر بودرة لسه سابت تحت. يبقى كله كده مع بعضه ما فيهوش حاجة منفصلة عن التاني. عليت السرعة على الاخر بقى هنا في المرحلة دي عشان انا عايزة السكر والزبدة يبقى حاجة واحدة. والزبدة هتلاقوها افتح لونها كتير كتير. الزبدة نوعها او النوع الدقيق او نوع السكر او كان من الخامات اللي هستخدمها النهاردة عملتها لكم في فيديو منفصل عن خامات الكحك والبسكوت. هسبها لكم بازن الله في الاي اللي هتزهر فوق دلوقت عشان تستفادوا لو حبين. ضفت بقى هنا البيض. اول ما بضيف البيض السرعة ما بعليهاش قوي. وكمان مش بزود ضرب قوي. بحط بيضة بيضة عشان تختفي معايا واحط التاني وراها على طول. في وصفات من البيض كامل في منها بيكون الصفار بس. في منها صفار مع بيض آآ يعني صفار بيض منفصل مع بيض كامل. انا بصراحة بحب استضم البيض الكامل بيدي آآ القعم حلوة قوي قوي للبيض بيخلي ناعم وفي نفس الوقت مش مفرول عشان ما تلاقيهوش يعني دب منك قوي. وتعرفي تمسكيه وتستخدميه وتشكليه وكمان تزيني في الآخر. خلاص كده انا شلت المضرب اللي هو الكف الكبير مضرب البيض. وحد اضيف كيلو دقيق. وزي ما اتفقنا بلكده طبعا ان احنا ننخل دقيق. خطوة مهمة قوي بس انا بيبقاش عندي وقت بصراحة ببقى عايزة انجز وبوقف اعمل الحاجة يعني والحمد لله يا ربنا ومقدرني ان انا عملها. فحطيت كيلو دقيق كده على بعض. طبعا خطيت العجان بتاعي عشان دقيق حيعفر شوية. واهم حاجة ان انا مش بعلي السرعة الاخر طبعا بتبقى اول سرعة او اتنين بالكتير. المهم بس الاقي دقيق اختفى ببدأ علي السرعة شوية. والضرب هنا في المرحلة دي مش مفضل قوي. مجرد ما دقيق يختفي معاكي واقافي ضربه وخلاص انتي مش محتاجه اكتر من كده. العجينة المزبوطة للبتيفور بتكون مش ممسوكة بالايد. يعني لا يمكن تمسكيها تلاقيها تشكلت في اديكي. اه البسكوت اه سوري البتيفور اللي بيطلع ناعم جدا. ودايب اه بيكون العجين بتاعه بيلزق لاقصى درجة. فهو ده المقدار او القوام اللي تعرفي فعلا انه هو مزبوط معاكي. انا اديته لفة كده عشان اتأكد ان الدقيق اختلط. ما فيش دقيق تحت ولا حاجة. وقلبت على مهلي من تحت الفوق. هفك العجان بتاعي ويقسم المقدار بتاعي على اتنين. ده مقدار بالفانيليا واللي في العجان ده النص التاني هحط عليه كاكاو وعشان يبقى بالشوكولاتة. انتم عارفين يعني اكيد كلنا بنحب نعمل لونين. فححط معلقة كبيرة مليانة. لو حابين تحطوا اكتر ماشي. بس عشان المعلقة تلكاكاو بتبقى مفعولها زي مفعول دقيق بالضبط كأنك زوتي دقيق. فبنحط كمان معلقة زيبدة في حرارة المطبخ تاني مع الكاكاو عشان ما يبقاش فيه حاجة في المقادير مختلفة. كده القوام هيبقى مزبوط جدا جدا يدوب بس الكاكاو يختلط. وحوقف آآ الخفق. وتمام جدا كده. كده المقدارين اهم بصوا يعني انا حتى ما جربتش هحط صبعي فيها لانه هيطلع بعجين كتير جدا. اهم حاجة بس ان انا آآ هشتغل بيه بالكيس لو انت عايزة تشتغلي بكيس الحلواني هيطلع معاك احتوحفة. اهم حاجة ما تحددخليهوش التلاجة. يعني يا خلاص عجانتي هتخديه تحطيه في الكيس تشتغلي على طول وتخبزيه. طب لو عايزة تشتغلي بالماكنة اللي هي مكنة لازم العجينة تدخل التلاجة يعني ساعة بالكتير وتطلع معاكي حلوة جدا. يعني كل استخدامه ليه آآ طريقة في آآ العجين. كيس الحلواني عايز عجينة بحرارة المطبخ عشان تبقى سايلة وتنزل معاكي كويس في الكيس. آآ مكنة البتيفور محتاجة عجينة مسكة نفسها شوية عشان تعرف تتشكل فيها وتغلب كيش. فلازم تدخلي العجينة التلاجة. ده الفرق الوحيد ما بين العجنتين او الاستخدامين بتوع القمع وبتوع المكنة. ده الصوج بتاعي زي ما انتم شايفين مش دهناء اي حاجة خالص. ولا زيت ولا زبدة ولا اي حاجة. آآ بيبقى مليان دهون. وبالكيس كده باي شكل بصراحة بتشتغل يعني هو حلو قوي وانجز حاجة ممكن تعمليها. ممكن بقى تعملي كمان الشكل المطول شوية ده. انا عملت كل وردات. على اساس ان انا كنت حافظ الانعجينة على اتنين. اعمل منه جزء بالمكنة وجزء بالكيس الحلواني. بس قدر الله ما شاء افعل عايز اقول لكم الكمية اللي انا شلته في التلاجة. عشان اعملها بالمكنة. وقعت مني وتكسرت بالطبق. فما كانش ينفع طبعا استخدمها خالص. وكانت مليانة ازاز بقى وكده. فالحمد لله رب العالمين يعني اي حاجة بتحصل ما بتبقاش حسب رغبتنا بنقول ان لله ان اليه راضيعون وخلاص يعني موضوع بيعدي. الحمد لله انا بتيجي في حاجات بسيطة وما حصلش اي مضاعفات. اهم حاجة بعد ان ما بخلص بالشكل ده بيبقى على مسافات كده. وبقدية او بظهر معلقة بتنيمه الجزء المدبب اللي طالع ده عشان ما يتحرقش منك في الفرن وتلاقيه اخد لون وبقيت البتيفوراية لون تاني. بس. ده كده بالنسبة للفانيليا. اما بالنسبة للشوكولاتة طبعا بنشتغل فانيليا الاول لو انت عندك امع واحد زي حالاتي كده عندي كيس حلواني واحد بس. السيليكون ده فبستخدم الفانيليا الاول وبعدها على طول بحط الشوكولاتة عشان آآ البانيليا ما تلونش من الشوكولاتة. التشكيل بتاعها سهل جدا اهو. بقدر يتعمل الشكل المطول زي ما انت عايزة بقى. انا بصراحة بس تسهل عشان ما ما اقافش كتير. بس لحد ما الكمية بتاعتك تخلص. انا بصراحة بقى عايز اقول لكم على الخطوة حلوة قوية عملتها. الجو لسه مش حر وما فيش صهد بتاع الصيف والحاجات دي. بس برضو انا دخلت الصجات بتاعت دي الفريزر قبل ما دخلها الفرن. يعني مجرد ما فتحت الفرن عشان يسخن. آآ بسيبه ربع ساعة يسخن. ففي الوقت ده انا دخلت صاجات البيتيفور اللي انا شكلتها الفريزر الربع ساعة دول. بيطلع من الفريزر على الفرن. بيطلع حلوة قوي حجمه. آآ هو كده كده اصلا يعني بتلاقوه آآ كبر حجمه شوية في الفرن. بسبب البيض اللي احنا حطينه. يعني البيض عامل رافع اصلا فتلقوا البتيفورة بتاعتكو كبرت شوية. غير كده آآ لما بتعمليه على طول بحرارة المطبخ على الفرن بتلاقيه آآ يعني فرش اكتر. فدخلوا الفريزر على قد ما تقدروا. هتلقوا العجينة بتاعتكو حلوة جدا. دي الكمية اللي انا عملتها الباقي اللي انا ورته لكو ده. وكنت مغطية دخلت التلقاجة. فهو ده اللي اتكسر. الحمد لله. طبق الشوكولاتة هو اللي اتكسر. الفانيليا هو اللي الحمد لله كان سليم وكملته بالكيس. ما استخدمتش الام آآ سوري. ما استخدمتش مكنة البتيفور خالص بقى. فقلت الحمد لله يعني انها جت على كده هم مصابين بس الشوكولاتة الذول اللي انا عملتهم. والفانيليا هعمل منها سك كمان وخلاص. بالنسبة للتسوية زي ما اتفقنا في فيديو الكحك. بحط الشبكة بتاعتي على الرف قبل الاخير من فوق. لا تحت قوي ولا في النص ولا فوق خالص. قبل الاخير من فوق لان انا عندي اربع رفف. خلاص كده بشغل الفرن من تحت فقط يعني ما تفتحوش من فوقه من تحت مع بعض. الشوية ملهاش دور ابدا في حاجة الكحك والبتيفور. الدرجة الحرارة بتاعت الفرن بتبقى مية وتمانين. اهم حاجة ما يطولش معاك يعني تقريبا تلت سعبت كتير وحتلاقيه طلع. وبقى تحفة. اللون من تحت بيبقى حلو قوي. كمان المروحة لو عندك بتدي لون للوش او لسطح البتيفور من فوق حلو جدا. ما عندي كيش مروحة خلاص يعني مش لازم تدي له لون ولا حاجة. اهم حاجة يكون مستوي كويس من جوة. واخد لون من تحت. بصوا بقى المستوي ازاي? وعايز اقول لكم بيدوب دوابان والله فعلا مش حينفع عوصف لكم غير لما اتجربوا بنفسكم. دي الكمية كلها اللي طلعت معايا. فانيليا وشوكولاتة. طبعا الشوكولاتة زي ما قلت لكم اتقل شوية من الفانيليا. والحمد لله يا رب العالمين اه انا راضية جدا باللي حصل وتمام جدا يعني. المهم بقى دلوقت انا خلصت طبعا سبت الحاجة البتيفور يبرد تماما. ومش هشتغل فيه بقى لا تزيين ولا اي حاجة لان عايز بقى نعمل الاكل بتاعنا ويبقى يعني اليوم البسيط بتاعنا بيشغال. ما بنبقاش موقفين حالنا على شغل الكحك والبتيفور ونفضل اليوم كله بقى اه متكتفين جنبهم والحاجات دي. انا باشتغل زي ما قلت لكم من اول النهار وبخلص الحمد لله الحمد لله اخر ساقط اللعته من الفرن كانت الساعة احداشر. فقفلت الفرن الساعة احداشر بالزبط وكنت خلاص بقى كل حاجة بسيبها تبرد. وعلى بالليل بقى مع نفسي كده قعد زيين انا والولاد مش هيجرى حاجة خالص. دخلت بقى على المطبخ قبل الفطار. نظفت الرخامة كده حوالي شلت العجان كمان لانه بصرحة عايز يتنظف. وقلت نعمل الفطار النهاردة بسيط وسهل ما تعقدوش الامور خالص. وحنعمل النهاردة رز معمر طحفة. او رز برام على حسب بقى ما بتسموه. المهم ان هو في الاخر طعمه رهيب جدا. انا هنا النهاردة هستخدم كمية رز قليلة لان انا والولاد بس اللي هنفطر في البيت. وححط تلات كبيات من الرز على قدينا. كل واحد كباية. كباية كمان مش كبيرة على فكرة. عائرت التلات كبيات بتوعي وحبدأ ان انا اخسلهم اكيد وانا اصفيهم من المياه بتاعتهم كويس قوي. هستخدم كمان معاهم كريمة. كريمة لباني كنت جايبها من السوبر ماركت. جبت تمن كيلو. على اساس ان احنا ايه نعمل بيه مكارونا بس ما استخدمتهاش. طلعتها بقى للرز المعمر. هستخدم السمنة بقى البلدي بتاعتنا الحلوة الجموسي دي. بتدي طعم حلو جدا طبعا في الرز. واكيد مهما عملت ومهما وصفت لكم الرز حلو. مش هيطلع حلو زي الناس اللي بتعملو طبعا في الارياف. ويعني اكيد هما ما شاء الله اشتر مني كتير. حطيت على التلات كبيات الرز معلقتين كبار من السمنة. هحط كمان شوية زيت صغيرين قوي عشان الزيت هنا بيخلي الرز مفلفل. بيخليه حلوة قوي كده مش معاجن في بعضه ابدا. حطيت كمان مقدار الملح اللي على حسب الرغبة يعني. والتكة حلوة كده عرفتها مؤخرا ان احنا ممكن نحط عليه سكر. صراحة كانت اول مرة اجربها وحستشوب اي فرق خالص في الطعم ان هو محلي بقى والكلام ده. بالعكس يعني كان طعم الرز حلو جدا. بالنسبة بقى للبن الحليب. انا حغلي اربع كبيات من اللبن. نفس مقدار المعلقة اه سوري الكباية اللي انا استخدمتها. يعني استخدمت تلات كبيات رز. هستخدم نفس الكباية ان انا اعير بيها اربع كبيات لبن. اهم حاجة حغلي اللبن ده على النار. يغلي كويس اوي يبقى سخن جدا. وهي حنشتغل فيه على طول. هقلب بقى الرز مع الملح مع الزبدة والزيت. كويس جدا جدا. يتغلف كده الرز بالمادة الدهنية اللي احنا حطناها. وحسيبه وحط فيه اللبن اللي احنا هنا. انا اشتغلت في برام كبير شوية يعني عشان الرز يعني المفروض يكون اقل من اه او يوصل لنص جدار البرام اللي انت شغالة فيه. عشان يطلع معاكي مظبوط ما يفرش منك كمية اللبن ويطلع كده اه اخد راحته. اللبن بتاعي بعد ما سخن كويس قوي هضيفه على الرز. هنا كان لسه فيه وقت شوية على الفطار. فا اه انا نقعت الرز في اللبن. بتسيبيه منقوع فيه بيطلع طعم حلو جدا. بصراحة كانت برضو تجربة حلوة قوي اول مرة اعملها على فكرة. بس طلع حلوة جدا جدا. كنت طول عمري احط اللبن ودخل الفرن على طول. المرة دي جربت ان انا انقعه في الرز اه في اللبن يعني. مباش ولا اي حاجة عشان الناس ممكن تخاف ان هو يبوش ويعجل. لا. والله ما باش ولا عجل. سبته ساعة كاملة منقوع في اللبن. وحطيت لغطة كبيرة كده وحسيبه بقى على جنبه وانساه. نروح نشوف نعمل حاجة نعمل حاجة ولا نرتاح شوية من وفاة المطبخ ونرجع نكمل. بس انا نهاردة كمان طلعت معاه. حاجة سهلة جدا وهي اوراك او دبابيس الفراخ. كنت متابلها معاكم برضو من تفريزات رمضان. طلعت الطبق صغير على قدي انا والولاد. كل واحد دبوسين كده وحطيت واحد زيادة كمان يعني هو الطبخة جات كده يعني. وحطيتهم في بايركس يعني كنت متابلها متابلية شاوي. فحوزعهم بالشكل ده وبردو هما مش مش فكين قوي يعني. فحسيبهم جنب الرز. الساعة اللي انا سايبة فيها الرز الفراخ كمان تفك قوي. وحيدخل كل ده الفرن مع بعض وخلاص الاكل كده بتاعنا بقى جاهز. دوري دايما على الوصفات السهلة في الايام اللي فيها شغل كتير. سواء انضيفات العيد والآآ وحكت الكحك والحاجات دي. بصراحة بتبقى منجزة قوي يعني الاكلات السهلة في الايام دي. بعد ساعة بالزبط وبصوا فتحت بقى على الرز. ما كانش شرب اللبن كله طبعا. لسه فيه كمية لبن سيلة اهي. اخر حاجة هحطها هي القشطة. آآ او الكريمة. انا هحط الكريمة لباني زي ما قلت لكم. عايزة بقى تخفيكوا الجلة كريمة عشان ما تبقاش باينة على الوش. بصراحة البلاد عندي لما بيلقوها على الوش ما بياكردوش ياكلوها. فأنا بعد كده ان شاء الله حابقى اخفقها شوية عشان ما تبانش. لكن في العموم هي كده كده بتفضل سابتة على وش اللبن آآ والرز. ما بتلاقوهاش دابت وقعت تحت. لان الدهون انتو عارفين ان هي بتبقى طفية فوق السويل. بس سخنت الفرن بتاعي كويس جدا جدا وحدخل البرام بتاعي ده من غير ما اغطيه خالص. لان مرحلة النقعة بتاعت الروز اللي احنا عملناها ليها دور كبير في ان الروز اخد جزء من التسوية بتاعته جوه الفرن. اغطيت وش الفراخ بورق فويل لان انا هفتح الشواية على الروز على طول. فعشان الفراخ ملاقيهاش اتحمرت وخدت لون سريع بصراحة احطت له ورقة فويل سريعة كده. هشيلها من عليها اصلا هي ملهاش لازمة ان الفراخ بتتشاوى كده لوحدها من غير آآ مغطيها ما بتاخدش وقت اصلا. بس انا حبيت احميها بس من الشواية اللي انا هفتحها للروز البرام عشان ياخد وش. بصوا بقى انا فتحت النار من فوق اهو الاول على الرز. بياخد وش الاول وده مهم جدا بتلاقوه طالع تحفة. لو ادي طوله الوش. انا بصراحة بعمل الموضوع ده بقى على طول. بياخد الوش بتاعه الاول بعد كده بتكملي سواه من النار من تحت. وحطيت مع الفراخ اهو. وخلاص كده يعني عايز اقولكو بقى تعملي جنبي صلطة تعملي جنبي مخلل. بتعمليش جنبي حاجة بيبقى الاكل كده مش محتاج حاجة جنبي خالص. مفيش خمس زي وتلوقيت الروز اخد لون. وسبته بقى يستوي على مهله على نار هادية من الفرن من تحت. قفلت الشوية تماما. والفراخ كمان اخدت نفس التسوية بتاعته الروز. وخلاص كده. ممكن في ناس بتحط الفراخ جوه روز نفسها. بس انا عشان متابلها الفراخ تابلها جامدة شوية. هتغير طعم الروز. فحبيت كل واحد يبقى لوحده. بس كده ده كان الاكل بتاعنا النهاردة الحمد لله كان سهل وبسيط كنت كمان مقطع جنبي خاص. خاص البلدي بتاعنا الحلو ده. ومنظفة كويس جدا جدا. ويه تمام قوي كده الحمد لله يعني الاكلة ماخدتش مننا وقت. وش الرز بقى كان تحفة. ده اكتر حاجة احنا بنحبها. وصي اللون فلفل وجميل جدا جدا. وطعم اللبن سابت فيه اكتر بكتير من ان انتي تسوي الرز على طول باللبن. سيبيه منقوع فيه طعم اللبن فعلا بيبان في طعم الرز. بس بالليل بقى بعدها ما الحمد لله عمان ده اكلنا والمواعين بتاعتنا وزبطنا الدنيا. حبيت بقى طلع الخامات بتاعتي اللي احنا حنزين بيها الحاجات دي طبعا لما تعملها مع ولادك بتبقى حلوة جدا وليها ريحة كده وطعم خاص في العيد. هنا انا محضرة شوكولاتة خام سواء سايبة او آآ بتاع الدريم بيضة. ودي شوكولاتة خام سايبة برضو جايبها من فتح الله والدريم. عشان في ناس قالت لي مبارح بنوتة حلوة. قالت لي مفيش آآ سايب دريم. هي سايبة والله اهو واكتوب عليها دريم جايبها من فتح الله. جبت كمان المربة طبعا مشهورة جدا مربة المشمش مع تلزيق بتاع البتيفور والسابلي والحاجات دي. اكتر حاجة بتليق وبتدي طعم طحفة. بصراحة يعني. هجيد بقى الشوكولاتة بتاعتي اللي هي الغمقة. هحطها كده في طبق صغير مهم يكون على قد يعني ايه? على قد ايدك يكون غويت شوية عشان تعرفي ما ما تبهدليش الدنيا في طبق واسعة. وحطيت كمان الشوكولاتة البيضة وحدخلهم المايكروويد تلاتين ثانية في تلاتين ثانية وافضل اقلب لحد ما يدوب معايا خالص. اخد معايا كم مرة تلاتين ثانية تقريبا دقيقة ونص او دقيقتين بالكتير. والمربة نفس الكلام اخدت منها كمية اهم حاجة تكون المربة ما فيهاش قطعة فاكة. تكون البيوري بتاعها ده. وعشان تبقى سيلة معايا واعرف اللزق منها كويس باخد منها شوية ماي صغيرين قوي عليها. قلبهم في بعض وبردو بداخلهم تلاتين ثانية. بتطلع معاكم كده نعمة جدا. تعرفي تلزقي بيها بتبقى طعفة. كده انا جهزت كل حاجة فاضل بقى الحاجات اللي حزبق بيها. ده شوية كريز احمر كان عندي في الفريزر طلعته. وححط بقى هنا شوية جوز هند لو حبة. ممكن شوية سوداني مجروش. شوية بندق او مكسرة من بتاعة رمضان اي بواقي عندك كده مجروشين بتزوائي بيهم برضو. الفرماسيل بقى سواء الشوكولاتة او الملون بيبقى حلو والاطفال بتحب الالوان. كمان عندي شوكولاتة اللي هي الشبس دي. برضو تبقى حلوة. دول شوية بندق من بتاع رمضان. اخدت منهم شوية صغيرين. دقتهم جوا كيس. بحيس يبقوا مجروشين خشين. وبردو دول هزوق بيهم. بس كده. هحط بقى هنا وخلاص كده عندي الشوكولاتة كانت في الفوق في الميكروويف هي والمربة. آآ يعني جهزت كل حاجتي ودي انصف بندق. نقيتها كده عشان زين بها برضو لو احتاجت. اهم حاجة بقى الشوكولات الخام بتاعتنا لو استخدمتيها كده مش هتقول لأ طبعا. بس انا بحب بحط عليها اي نوع زيت نباتي عندي سواء درق او دوار الشمس عشان بتخفف من قوام الشوكولاتة شوية بتخليها كمان آآ يعني البتيفوراية بتاعت كوينتي بتزيني ما تشيلش كمية كبيرة من الشوكولاتة. في ناس بتقول لي حطي لبن. اللبن بيعمل صص شوكولاتة. مش بيعمل شوكولاتة آآ للتزيين. في فرق ما بين الاتنين على فكرة. فالزيت بيدي لمعة حلوة قوي وتخفيف في القوام زي ما اتفقنا. حتى الشوكولاتة البيضة هتطلعها شوية زيت. بس تقدر يتقلبي كده لحد ما تحسي ان هي قوامها خف شوية وباقت سهلة جدا جدا في النزول من المعلقة. عشان البتيفوراية ما تشيلش منك كتير زي ما قلنا. حضرت بقى الحاجة بتاعتي كلها بصراحة اخدتها عشان قمض. مش هينفع بقى اشتغل وانا واقف الحاجات دي عايزة مزاج. وقت بقى وتفنين كده. فاخدت الولاد معي. الحمد لله ما كانش ورانا حاجة نهاردة. فاخدت الحاجة وعملت القهوة بتاعتي كمان بعد الفطار كده واقعدنا. الحاجة كلها جاهزة. كمان جبت صوج الكبير ده. حفرشت وراء زبدة. عشان نبدأ آآ نحط عليه الشوكولاتة ما تلزقش معنا. دي الكمية اللي طلعت مني النهاردة اهو بتاعت البتيفور. الحمد لله كويسة ما قلناش حاجة. آآ هنبدأ بقى نحط عليها المربة. بلزق بقى اتنين مع بعض بصوا قوام المربة اختلف ازاي بيبقى حلوة قوي. وبيثبت ولما بتمسك نفسها خلاص. البتيفورية ما بتفكش من بعضها. في ناس بقى كانت بتقول لي اريح لك يا لأ عشان الحمل وكده ما تعمليش الحاجات دي في البيت كنت تشتري جهز وريحي دماغك. والله انا انا بالنسبة لي راحتي في ان انا اعمل. لان انا ما بحبش تعمل جهز لان بصراحة بيبقى طعمه بالنسبة لي آآ مصنع قوي. يعني اللي جرب حاجة البيت وعملها كده بخامات محترمة وحاجات نظيفة. حيحس بالفرق لما يجي اكل الحاجات الجهزة. حتى لو من محلات كبيرة بقى والكلام اللي احنا بنسمعه ده بصراحة جربت محلات كبيرة كتير وكلهم بصراحة ما اثبتوا ليش ان هم يعني احسن من البيتي خالص. فكل واحد بصراحة بيعمل اللي شايفه مناسب لي اكتر. انا بالنسبة لي راحتي في ان انا اعمل في البيت بخامات نظيفة ومعقولة اهم حاجة فيها الزبدة والسمنة تكون مضمونة بس هم دول اللي بيفرقوا معايا. فانا الحمد لله شغال على ميلي اهو كل يوم بعمل حاجة على قد مقدر مش باجي على نفسي بعمل الغدى في النفس اليوم وخلاص. البتي فورية دي واقعت مني فقلت بس مش هزع عليك. قطستها كلها في الشوكولاتة. والله قدت شكلة حلو قوي. حطيت عليها كمان نص كريزة كده وخلاص. عملت منها اكتر من واحدة. وجيبوا الولاد يساعدوكم بصراحة الحاجات دي بتفرحهم جدا جدا بيستنوها كده. راهوا ان هم ما بيأكلوش من الحاجات دي كتير بس آآ بيحبوا يحطوا ايديهم فيها ويشتغلوا. حطيت بقى في جوز الهند طبعا المفروض الشوكولاتة ما تبقاش زيادة وطقعة كده في جوز الهند. بس هننقذ الموقف عادي. بس اهو عملنا بقى كزا شكل. بالبندق وبالفرماسيل وحطيت الكريز عليها. ودي برضو بالبندق وشوية جوز هند. ودي ماشيت عليها بخطوط شوكولاتة صودة على شوكولاتة البيضة. وبس يعني عملها عيد وزيد بقى في نفس الاشكال عشان يبقى كده فيه تغناصك حلو وخلاص. حطيت كمان من الفرماسيل ده لقيته صغير كده المدور ده مسا هي اللي دورت عليه ولقيته. فبرضو بيدي شكل حلو كده وخلاص. يعني استخدام اللي المتوافر عندك في البيت. مش لازم يعني نكلف نفسنا ونجيب مكسرات غالية بقى وحاجات. الحاجات دي اصلا على فكرة يعني المحلات بتتعمد ان هي ضغطة سلم لبيتفور في كمية شوكولاتة كبيرة قوي عشان توزن. وبالنسبة لوزن الحاجات انا والله ما بوزنها بعد ما بخلص. يعني في ناس مبارح كتبت لي الكحك كيلو دقيق بيطلع الدقيق والله ما وزنت. بس كان تقريبا في حدود اتنين كيلو الا ربع مسلا. اما بالنسبة للبيتفور برضو ما وزنتش. لان زي ما قلت لكم فيه كمية واقعت مني. وما استخدمتهاش. غير ان الحشو اصلا بالشوكولاتات بتوزن. فحيعمل معاك كمية حلوة جدا لو انت استخدمت كيلو دقيق. كده انا خلصت معاكم والحاجة نشفت مع نفسها كده ما دخلتهاش التلاجة ولا حاجة. والحمد لله يعني اه البتيفور طلع التحفة وجميل جدا جدا. اتمنى فعلا ان انتو تجربوه. حتى لو في كميات صغيرة هيعجبكم جدا جدا بازن الله. تنسونيش بقى افضاعكم الطيب. متنسوش تعملوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوني. اشوفكم على خير باذن لا في فيديو جديد مع الف سلامة حبيب قلبي. اشتركوا في القناة